الفكرة الطبية اليوم مع دكتور حنينة أبي نادر طب عام وطبعا عنده من الأبحاث كفية لنقدر نحكي معه عن كتير من المواضيع الصحية يلي بتهمكن وبتهمنا وبتفيدكن طبعا هالمعلومات لا تقدروا تتوقعوا منها أو تقدروا تعالجوا دكتور حنينة أبي نادر صباح الخير اليوم موضوع حساس كتير لأنه كل الناس بتوعى عشرين نهار الصباح عندها يا كتافتها معقديا يا عندها كرامب بإجراء كل الوقت كل ما تحرك بتحس في شي عم بطق بهاي دولة العضلات في تسمية لهي دي السمتمز أو لهالمؤشرات إذا بدك اسمها المسكولر ناطس تعقيدات العضل في ناس بيسموها دهنية بتكون لا في ناس بيسموها الجانجليون في ناس بيقلك معقد العضل وفي ناس بيقلك كيف يصفة بعيادة عم بحطت إيدها على العضل فيه الجلل طلع على الجلل اوكي في اكتيفة هي بها تكون فيها تكون كذا محال يعني عاهل العضل مثلا أكتر شيء زي بنحكي ناك الضهر بصير حط أصبع بحس قلة بيجعب ينزل شوي بيقلك حساسة واحدة تانية حساسة واحدة تالتة حساسة واحدة ربع هيدا هون نحن بنزل نخبره الاسم الطبي اللي هو تانست مصل فايبرز يعني الفيبر الألياف تبع العضل تانست تانست يعني مشنجين أو معقدين ضمن يعني دون العضلاج معايير صحي طيب خلينا نشوف الصورة يمكن بتوضح كمان اللي عم يتفضل فيه دكتور حنينة وعم بيقوله كيف بتكون الأنسجة لها العضلات وكيف بتعمل هيدا العقدة اللي نحن ممكن نشعر فيها ها هي الصورة ها هي الصورة كتير حلوة لأنه العضل هو عبارة عن فايبرز متسليم ببعض الهدف أنه فيه يكونه لكي على ديفرنت لفلز يعني فوق تحت وواحدة أكبر من الثانية ومش بشكل سيمتريك بس هالعضل الألياف المعمولة منه هالمئات الألياف كمان مغطيه بفاشية مثل كيس يعني مغطى بهوني بحب بقوله أن هذا الوجع لأنه في الوقت يوجع وهو ديران هو مسكولر عضلة ومش نيروباتيك مش عصبة مش نيرف بين وبالتالي كمان في بعض الأرقام بتقوله أنه في الوقت الغشاء كله المغطى هودا العضلات أو الألياف بيكون كمان هو يعمل شيء اسمه مايو فاشي البين سندروم ولكن بتكون أكثر منطقة ريجينل يعني أوسع وما من ضيع بيناتهم بس أول بيكونوا يعني بيكونوا يعني بيكونوا اللي عنده هيا عنده هيا أكثر صحي فبالتالي كتير مهم أن نفهم الأناتومية عنده بنهاية العضل معمول من كتير ألياف هالألياف ممكن تتعرض لشيء شو السبب الرئيسي اللي بيخلي يصير عنده هيدا العقدة بهال لك كتار فيه عنده ديس بوزيشن بيقلك بالعيلة في عنده يكون أنا بحب أقوله هيدا عطول البوشور يعني قعد غلط مشنج لأنه بس يعصب بيعمل أستيليكولين النيرف بيعمل أكتر استيميلاسيون يعني وبصير العضل يتحرك كتير بشكل غلط أو عم بيتحرك كتير غلط أو ما عم بيتحرك أبدا العضل وكمان قالوا عليها بالبوشور يعني هم يشوف الفيزيوترابي بها الحال كتير بتنفع نعم والفيزيوترابيات بيعرف أنا بحكيه ما بديه الدغري يكبص عليهم لأنه أنت ما بكتعان لي أكتر إسارة بالمنطقة إليتاسيون أنت هذا فيك تريح المنطقة ككل ليفك العضل بيممكن يفك فيك شوية شوية بجمعة أو جمعتين والبلوت فلو لأنت لما عم بتاخد الدم للمنطقة بهالتكنيك ها مثلا ممكن كتير يتخفف الدراسات منها أكيد لأنه شو بيحمل معه الأكسجين بتصير تتحرك الأمور عطول البلوت فلو لأنه بتحس الواتر لا بيصح بيبطئ هو ورباط لأنه ما في كتير بلوت فلو على الإيريا ولهيك العضل بيصح أسرع منه لأنه العضل بروح أكتر لكن هيد دي ما كان الهيد باد مهم كمان اللي بيحطوا ربع ساعة مرة لست مرات الهيد باد لهيك تلاقي واحدة وياتعمل شاكوزي قال ليك ارتحت اوكي سو كل شي صخن بيريح العضل في ناس بيكفصوها بالتلج it's fine both of them are good ولكن هون عم تعمل نعمل ريلاكسيشن أكتر لما تحتي لأنه لما أنت عم تحتي تلج أكتر أفلاماتري إيديتاسيون حتي هيد باد أكتر مصر ريلاكسن بلوت فلو ترويق المنطقة لأنه منجر عم نقول أنه ما رح تفق بنهار ممكن تبت جمعة جمعتين لأنه عملية تفكه هي كيف أنت بشبهها بالبيضة بيكتف أسيعم هذك وتعمليها وإلا إذا بتفقس كلها نفس الشي بالعضل ما بدي كله فرد مرة تنزعي كله مع غير شيئه لأنه ممكن يسبب التهاب إذا كمان عمل مساج بالشكل الغلط شايف ناد صار عندهم عقدة خلاص ما بقى فيهم تحركوا كتير واجع وصلنا للنيدل يعني التيرابيست بالقبل هون لأ الأكيبونكشن عن جد هون الأكيبونكشن بالطب كثير تتفق كثير تتفق مع المسكولر نوتس المسكولر نوتس اللي هي اسم الطب اللي أنا عم بنبش عليه يلي هو ما فينا أقول هو ديسيز وسيندرومي ولطيف فينا هي حالة بدي فكفكها لأنه هي كذا محالة فيها تكونها وقت مش محال واحد بلانش ما دروقت له بصور ممكن أنا شخصها بي بس أنا أكبوس أكيد ممكن يوجع تحمر المنطقة دم ورم أكيد الواجع محمول ولكن مزعج الأكيبونكشن هي من الأشياء يلي أنا أيركماندو أوكي شو بتساعد نتفق معهم بهالشي كمانا بنكمل بالصور لأن نكون عنا هيك فكرة واضحة عن الموضوع هوني المراكز إذا بدك المزبوط مطرح ما بتعقد معك مش بس لأنه قوات فيها دلة محالة أنه تريجر باي ماني بوينتس يعني محال واحد كيب قوات لأ بتحس أنه ريفرد أخيه ضاهري مادد من فوق لتحت بيحسب كبرة بيحسب وين كابسي بيحسب إذا مع مايوفاشل بين أو بلا كتير مهمة أنا عمشوفها كتير بالباشرين بيقض كل نهار معصب وناخيخ عمشوفها عندويها أكتر وهون مهم قبل رياضة خاصة في تنتيع أنا بقول ما تعمل رياضة الفجأة أوي ضمن الحرارة بتكون تحمل منطقة البلد فلو يروح عليها أعطيها الغذائيات المينيرلز فالستاتشنج وخاصة عن هذه المنطقة يلي بننسيها الرأبة مهمة وفي ناس بيعاجوا حالهم بالباد بيعاملستاتشنج كمان شوف أقدم همين اليوم الصور بالحلقة شوف أقدم الموضوع كامل ما بنحكي عنه طبعا البساعد أو النقص ممكن يسبب كمان يعني بديك تنتبع من السباس بديك دالك والهيدريتة المنطقة أكيد النوترشن على طول بدا تفوت بلانش بالقصة بس الفيتامين دي قاله ارتباط بعض الدراسات القريطة قويقاية نعم بالعضل ايه نبدي يخفف يعني فيه ارتباط بين الفيتامين دي والمسكولورناتس هلأ ارتباط بده بعد أكتر إذا بديك دراسة لكن بالمبدأ فيه ارتباط أكيد طبعا أكتر من المانيازيوم المانيازيوم بيرخه هو أكتر سمتماتيك ريليف يعني العوارض لا تتنتج فلا السبب قوي تتعطيه مصر اللاكسين بيتاحه من ضمن المانيازيوم أكيد ولكن نقص الفيتامين دي عم بيكون في كتير ناس اللي عندهم المسكولورناتس عم بيكون بالفعصات عندهم نقص الفيتامين دي أكتر من غيرهم هذه كتير بحبها الصورة لأنه كمان مننسى الباشر الجونيك سليب شوفي هون الرقبة كيف غلط وشوفي الظاهر في أوقات ناس بيحطوا بين إنشان وتنام بالنوم بيحطوا شي بيحطوا الحرام تتا يجلس الكولون فرتبرا لكن مهمة لأنه اليوم على الرقبة بتنامي غلط كمان الباشر اللونج إيشو أخي رقبتي وهون مهضوم المريض بيجي عم بيسميلك الإشة اللي بدك هيها بيقلك نوروما جانجليون لأنه بتلمسها يعني شو بدي خبرك الأسامل بيقول المريض ولكن نحن بنهاية من القسم معحد من شخص مرة واحدة وممكن يكون فيه أطاري غير بجسمه إيه بيقلك على الرسم من هون أو قد تأجروا مورتن نوروناس بيكون بين الأصبع الرابع يعني بالنهاية هيدا كمان هون اليوم عبر برقبة إشة بتفيد عدد الطب بيتفق معها بس هون بهالحلقة بيتفق مع اليوغا بتكل الدراسات اللي عنده بيعملوا يوغا كمان مثل الأكيبونكشور بدوم صوته بدراسات عم نحكي أنه ايه بتخفف النهوض المسكولور نوتس عم بنهاية فيه في ناس بيسموها تشنجات بغيرة لأنه الستراتشينج بيفيد الستراتشينج طبعا بيفيد مثل ما قلت الأكيبونكشور بيفيد الباتزي اللي هن صخنين بيفيده بس في ناس دغري أول ما يصير عندنا هيدا الواجع بيروحوا لأنتي أفلاماتوار بيفيد ولا لا بدنا نروح لعلاج بطي وبدو بقت هون أنا بحب الأنتي أفلاماتوار الموجود بالكريمات هو عم بعمل مساج ومش يخد الحبوب لأن هون بروح أكتر حبوب بلا من اسمه هلا يلي هي مصري لاكسنت ممكن روح أدوية واجع وهيدا بس مضرورة هون روح أنتي أفلاماتوار أورال فين روح أنتي أفلاماتوار كريم وكان في صورة لسبري هذا سبري اللي بتشوفيه بالفوتبول صح بروح ألوح صح بالسكورس هذا المادة هيدا الاتيل غلايكول اللي هي تولى الكولد لأنه في نوعين الكولد هاي المادة يلي هي موجودة إذا بديك شو بتعمل افابوراسيون هاتفلاش يعني هاتفلماسيون أو السخونة بتطلع على الضغري بتبردها وبالتالي بتشيل إذا بديك الريدنس الانفرماسيون الالتهاب الأكيوتلي يعني تقدر يوقف هلأ بس هي ملع علاجية راحة مؤقتة مؤقتة لهلأ ضمن الحرارة يلي هي بتعمل كولد آريا وفي بعض السبريات بيكون دخلهم إذا بديك الانتي أفلاماتوار ما معقول واحد يتكيف معه ويتعايش معه هي حالة ضرورة نحلة لا لا جمعة جمعتين أكتريتهم برتاح أقول لها إذا هنه فوق التعقيد زيته عقدة يعني هنه فوق لا يفسع الغلط زيته نحن علينا تطمنهم بالعيادة في مبنى يقروا يجوا يقولوا أنا عندي ساركام وعندي كانسر أليل أكتريتهم بناين ما ننسأل في ناس بيخلقوا بيغانجليون دجا ما ننسأل في الباتوفيزيولوجيا هناك شو فيه في البورسة يعني يعني فيه عندك الكيس الماء اللي بتحمل جونس ما يدقى ربعت فيه عندك السينوفيا اللي هي المامبرينز اللي بتخطي بيعمل البلوكاسيون اللي سويل اللي يسير فعندك الارتيكولاسيون كلها هونيك كمان وفيه عندك رمناتس من الخلقة بيضلون كلها هونيك المنطقة بقول أنه أكتريتهم بتشيلون لأسباب كوسمتك يعني أنه بدك تشيلون لأسباب تجميلية من المنطقة ولكن أكيد بيضل فيه براستة مع العمار وانا لدي نساء أكتر يكون فيه مع العمار تقدم لأشياء أخطر حسب أكيد سبادينج صح ومشانيك بيطلب الطبيب دايما أنه صورة قبل ما يشئوا الشيء أي كيس يمكن ما نسح ضروري أو إطلق ما بيطلب صورة بيشي للايبون بيبعضها الزرع الليلة اللي بيكونوا عن جد لايبون سركم أو شي إنما بطبيعة الحال أنا هم بقول مثلا ما إلا علاقة بالعضل صح بصببل تكون العلاقة بالعضل بصببل تكون إلنا الإشهة الحدو الفايبرز مش الفايبرز يعني النورونز النوروما لأنه بني هي النورون بحض زيتا في إذا في شيء أب نور ملتشون عم يكبر عم يكبر منها بناء يعني مش خطرة يعني كانسر بناء يعني شيء مش خطرة حميدة إنما مش هي النورون بحض زيتا ما تفكروا الناس هي عم تتعامل الابتلكاسيون وهي عم تزيد وينتبهوا الناس بس إنه نحن عم نقول بالسبور العضل ما بيعون ريبليكاسيون وبيعون إيبرتروفية بيكبر وما بيتزيدوا الخلايا هاي مهم كتير نحن بإليك زيدوا الخلايا ما بيتزيدوا بيعون إيبرتروفية بيكبروا وبيتأقلموا دونك هي نقطة كتير مهمة للي بيعونوا كمان جم تاكي دكتور حنين أبنا قادر على هالمعلومات هيك فقرة مقتضبة بس كتير مفيدة وكلنا استفدنا مننا أهلا وسهلا فيك فسال بسيط مشاهدين وما نتابع موسيقى